مجموعة والاتصال حول الأزمة في أوكرانيا ستجتمع هذا الاثنين في مينسك وسيحضر اللقاء ممثلون عن روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطرق للمرة الأولى إلى فكرة منح المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين شرق أوكرانيا وضع دولة في مواجهة ضغوط الغربيين الذين يطالبونه بصحب قواته من هذا البلد تحت طائلة فرض عقوبة جديدة على موسكو يجب أن نبدأ فورا محادثات جوهرية ليس على المستوى التقني وحسب بل حول قضايا تنظيم السياسي للمجتمع ومنح وضع دولة لجنوب شرق أوكرانيا بهدف حماية المصالح المشروعة لسكان هذه المنطقة جانب آخر تمكن عشرة مذليين روس أسروا في أوكرانيا قبل أسبوع من العودة إلى بلادهم بعد عملية تبادل مع أسرى أوكرانيا في روسيا وقد اقتد المذليون الروس إلى مركز حدود نيخوتيفكا حيث سلموا إلى سلطات روسيا